اولادي وبناتي. طلب الطالبات اهلا بكم حبيبي. النهاردة هناخد مع بعض وزيفة. يعني هناخد سيستم جديد. احنا اخدنا سيستمز كتيرة في السنين اللي فات. في هناخد. يبقى هناخد بتاعهم التركيب بتاعهم وهناخد الوزيفة بتاعتهم ايه? بتتكلم عن او الجهاز العصبي في الانسان. ده جهاز مهم جدا في جسمنا. هو اللي متحكم في كل حاجة. هو ده اللي من غيره جسمنا مش هيشتغل. ليه? لاني بقول عليه كوميونيكيشن اند كونترولينج بادي سيستم. يعني ايه كوميونيكيشن? كوميونيكيشن يعني تواصل. يعني يبقى اصد جاي من برة اقدر ان انا اسمعه. لو ماما بتنادي علي هسمعها واتواصل معيها واعرف ايه عايزة ايه واروح لها. لو فيه حاجة قدامي هشوفه يبقى انا كده عملت كوميونيكيشن. لو فيه حاجة من بعيد انا اعملت كوميونيكيشن او تواصل. يبقى هو اللي مسئول عن اني اعمل كوميونيكيشن ديولي خليني اشتغل اي حاجة ده اسمه كوميونيكيشن. كوميونيكيشن متحكم في كل حاجة في جسمنا. هو اللي بيشغل كل اجهزة جسمنا. سواء كان اي جهاز في جسمنا. يبقى هو الجهاز مهم جدا جدا في جسمنا. طيب. من التعريف اللي انا قلته دلوقتي انه كوميونيكيشن و كونترولينج بادي سيستم. يبقى ايه او الامبورتنس بتاعته? نمبر ون يعني بينظم وبيتحكم في كل حاجة بتحصل جوا جسمنا. زي السنسيشن. اني احس. احس يعني ايه? يعني اشوف بالايز بتاعتي ما هي? انا عندي خمس اعضاء الحس اللي عندنا. اللي بتحس بكل حاجة حوالينا. ايه النوز الانف الايز 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 الاوزن والسكن الجلد بتاعي. دي كلها عبارة عن السنسيشن. هي جزء من جهاز مهم اسمه من برا. اللي هي الصوت الصورة الريحة. يبقى زي الايموشن العواطف ان يبقى زعلانا وفرحانا. اللي بتحصل بجسمنا زي زي حتى بتاعتنا السلوكيات. متحكم فيها. لانه مش سايب حتى في جسمي غير هو وصل لها. طيب كمان هو او يعني ايه الكلام ده. قلتلكم انا عندي خمس اعضاء حسية. قلتلكم اللي هم دول بيعملوا ايه? او مؤثر خارجي. يعني ايه او صوت اخويا او صوت اخويا او صوت اختي. يبقى ده صوت جاي خارجي. مين اللي استقبله? السنسوري ارجان بتاعك اللي هو الايرز. طيب الايز بتستقبل اي لايت او اي صورة او اي حاجة. يبقى استقبلت معلومة او اكسترنال استيميلاي. وهتديها بقى لباقي يتعرف عليها ويترجمها لنا يقول لصورة او اي صورة الكتاب اللي انا هزاكر فيه من البيئة اللي احنا عايشين فيها عن طريق السنسوري ارجانز عشان تمام? طيب صورة الاتحان لما تيجي دلوقتي اي معلومة او يبقى عشان تخش جوى الجسم من تقنئن مين اللي هينقلها? برضو جزء من هينقل الرسايل دي لما يعوز هيديني امر عشان اعمل حاجة اللي هنعرفها بالتفصيل كمان شويه لازم برضو يبعثها عن طريق مين عن طريق دي كلها رسائر روحة جاية يبقى من اللي بيشيل من هو هي دي بتاعة طيب أي حاجة في الدنيا ليها طوبة بتبنيها أساسها من إيه طوبة جنب طوبة جنب طوبة عملتلي قوضة وقوضة وقوضة عملولي شقة وشقة وشقة عملولي عمارة كبيرة طيب أخذنا في جريد فور أني الطوبة أو أي جسم كائن حي اسمها سل خلية طيب الطوبة اللي هتبني النورفوس يبقى أكيد البلدنج بتاعته هي برضو السل بس عشان السل دي مميزة شوية ومختلفة شوية عن باقي السلز اللي في جسمنا تعالوا ما يسر واندلع نقول لها نيورون مش كل واحد فيكم ليه اسم دلع أو النورفوسين هندلع ونقول لها نيورون يبقى نيورون دي يعني خلية عصابية يعني البلدنج يونت أو الطوبة اللي هتبنيه للنورفوس سيستم النورون أو النورفوس جزء اسمه سيل بادي وجزء اسمه أكسون بصوا كده جزء اسمه سيل بادي والجزء اللي تحت ده اللي عامل زي الحبل طب تعالوا نعرف يعني ايه سيل بادي سيل بادي قلت لكم ده الجزء اللي عامل عامل فيه كونات اللي موجودة في اي سيلز زي درستوها في جريت فور النيوكلياس النواة والبلازما ميمبرين يعني الغشاء اللي بيغل في الكلام ده كله تمام؟ طيب لو جينا بصينا اهي بص شايفين في النص فيه نيوكلياس اللي هي النواة فيه النوقة دي اللي هي وفيه الغلاف اللي برا اللي شايل الحاجات دي كلها جواه اللي اسمه بلازما ميمبرين تمام يا ولاد؟ طيب بص زي تفرعات الشجر ايه تفرعات دي اسمها ديندرايتس اسمها ايه؟ ديندرايتس دي عبارة عن برانشز تفرعات خارجة من السيل بادي بتاعت النيورون طب كله كده يمسك ايدو اللي اتنين يفتحها وميفتح صابعو قربوا صابع ايديكو اللي اتنين من بعضو شبكوها في بعض عملتو ايه؟ وصلتو اديكو اليمين باديكو الشمال صح كده؟ اهي الديندرايتس دي عبارة عن ايه؟ تفرعات عشان لما تيجي نيورون او خلايا عصبية عايزة تقرب من النيورون جارتها نيبورينج نيورون نيبورينج يعني جارتها ايه لجنبها وتوصل حاجة لها تديها حاجة يبا لازم يشبكو دي ومفيد بعض ازاي؟ هتيجي الديندرايتس دي تقرب من التفرعات بتاعت نيورون تانية ويعملوا حاجة اسمها ساينابس 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 يعني تشارب تشاربه خارية الديندرايتس وبعضها يبقى الساينابس او الساينابتيك اريا دي عبارة عن نت ايه؟ يعني عن طريق اتصال او تشابك التفرعات اللي اسمها الديندرايتس مع التفرعات جارتها اللي جنبها تمام؟ ادي هيبوش شايفين؟ بيقربوا من بعض فيوصلوا عشان اي مسجي عايزة توصل من السينابس او السينابتيك اريا ده كده السيل بادي وما لقيه الجزء التاني الحبل اللي نازل ده الحبل ده اسمه اكسون والاكسون ده سيلاندريكل اكسز يعني محور كده او حبل كده بيبقى واخد شكل السيلاندريكل وعليه كافر من بره شبه السوسيس الكافر ده فاتي ليير طبقة دهنية والاكسون بردو خارج منه اسمها نيرف اندينغس نهايات عصبية اسمها اوليها اسم تاني اكسون تيرمينالز تيرمينالز يعني نهايات عصبية تيرمينالز يعني نهايات عصبية يناديها نيرف اندينغس او اكسون ن يقلنا يعني نيرون الدلعب بتاع كلمه نيرفسين اللي فيه وفيه سيتو بلازم وفيه نغليفها وخارج منها برانشز اسمها داندريتز نازل بعد كده السيلاندريكل اكسز اسمه اكسون متغلب بحاجه شبه السوسيس كده عباره عن فاسي لير طبقه دهنية اخر حاجه خالص في الاكسون بتاعي اخر الاندينج اسمها اكسون تيرمينز بس هنا ما اسمهاش دندرويدز اسمها ايه اكسون تيرمينز او نيرف اندينج نهايات عصبية تفتكروا ان نهايات العصبية دي او الاكسون تيرمينز هتعمل هتعمل زيها فورم سينابس او سينابس بس في حاجة زيادة عليها هي مش بس بتكتفي انها تعمل سينابس يعني مش بس بتشبك مع الخلال جنبها امال بتعمل ايه كمان بتعمل كونكتد توزا ماسلز بترتابط بالعضلات النيرفوس سيستم عايز يحرك ايدي او يحرك رجلي يديها امر ويبعت لها رسالة زي العضلات بتاعتنا عن طريق ان النيرف اندينجز دي هي بتبقى دخلها جوه المسلز عشان تديها الرسالة اللي جاية لها من النيرفوس سيستم الاكسون تيرمينز اسمها اكسون تيرمينز او نيرف اندينجز اللي بتبقى اما كونكتد تو موسلز زي ما انتم شايفين كده اهي شايفين ده جلد او اي حاجة اي مكان هتاخد منه زي اللي بشاور عليها بالسهم هتلاقوها مرتبط خلية اللي جنبها نابورنجز تمام يا ولاد؟ قولنا ان المكان بتاع الالتقاء ما بينهم يعني المكان اللي بيتقابلوا فيه شابكوا بعض ده اسمه طيب دي كده الطوبة انا عايز اعرف بقى كيف بدي بانتها؟ يبقى ندرس واحد اسمه جزء اللي موجود في نص جسمنا بصوا كده اسمه الجسم بالطول بالنص اهو هلاقي فيه جزء موجود فوق اهو انزل اكمل هلاقي في جزء الجزء اللي فوق ده اسمه نازل داخل كده في ظهرنا ده اسمه دول على بعض الاتنين دول اسمهم طيب بصوا كده خارج منه خيوط كتير الخيوط دي اسمه اعصاب نيرفوس ولانها راحة بريفرال نيرفوس سيستم يعني جهاز عصبي طرفي يبقى تاني يعني المخ والحبل الشوكي اللي موجود في ظهرنا اما البريفرال نيرفوس سيستم ده عبارة عن group of Nervis مجموعة من الاعصاب الأعصاب دي خرجت منين امرج خارجه امرج يعني خارجه من الاعصاب اللي خارجه من البرين اسمها كرانيال نورفس يعني اعصاب مخية مش هي خارجه من المخ تبقى كرانيال الكوردة اسمها سباينال نورفس لحد هنا خلصنا درس النهاردة ما خلصناش معالي احنا جزء كفاية عليكم احفظوه حتة حتة عشان تذكروا كويس وتقدروا تجمع المعلومات بتاعته يبقى ملاقبة اللي هتبني هي تكون من تلات حاجات اللي الاتنين دول على بعض يعملولي النورفس او الاعصاب اللي بتعمللي اشوفكم على خير يا ولاد نكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اه بقي النورفوس سيستم اشوفكم على خير بالتوفيحة بايبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة